يبدو أن العنف الأسري في لبنان بات حدثاً دورياً يتكرر في أكثر من منطقة وبمختلف الأسليب الوحشية والإجرامية وفي القرن الثاني والعشرين لا تزال أسماء النساء تتصدر قائمة ضحايا العنف الشسدي العنف الذي يلاحق المرأة ويقتلها في مكان يفترض أنه أكثر الأماكن أمناً لها وهو منزلها دور الجمعيات عادةً بالقضايا العنف ضد المرأة بتكون على شكلين أول شكل هو حماية أو إذا بدنا وقاية نقول لما ما بيكون بعض العنف واقع أو صاير وهون بيكون في عدة برامج وعدة أنشطة تنعمل تنقدر نحمي السيدة أو نعرفها على حقوقها وعلى احتياجاتها ونقدر نعطيها تمكين الكافة تتقدر هي تكون عم تعرف إذا تعرضت لأين وعمل عنف كيف تحمي حالها وما تقبل أنه تنحط بهذا الوضع بينما الشيء الثاني هو لما بيوقع العنف عن جد العنف الأسر أو العنف القائم على النوع الاجتماعي والسيدة بتحتاج لمتابعة متخصصة أو لدعم متخصص من خلال هذا الشيء بيكون في عدة خدمات بتقدم حسب الوضع طبعا حسب الكيس وحسب الاحتياجات طبعا والهدف اللي هي حطته اللي بدت توصل له من بعد هيد المرحلة إذا نحكي عن العوامل اللي هلأ هي عم تزيد هيدا النسبة أو اللي هي عم تأثر أكتر بحصول هيدا العنف فيها نكون عن نقول أنه هي عوامل متداخلة مع بعضها وعم تكمل بعضها عادات ثقافية وتقليدية اللي بتعطي إذا بدنا القوة إمكان المعنوية أو الاقتصادية أو الإدارية للرجل قانون عم نحكي عن سياسات قانونية من زمان وجر لهلأ يلي هي نوعا ما إذا بدنا نقول عم نسع كتير نحسنة ونطورها بس هي بعدها إلى حد ما ما عم بتكون بالفعالية المناسبة لتمكين السياسات أو لإعطاء حقهم أو للمحاسبة والمسائلة فيما يتعلق بهيد القاضية قدر إليك أنه السن الماضية بالـ 2021 وما قبلها يعني نتيجة للوق داون إذا بدنا نحكي كان عندنا بحدود 3600 تبليغ عبر التليفون ونحن عندنا الخط الساخن أكيد طبعا بعد اللي بتلقى الاتصالات 24x24 إذا بدك وهذا الرقم هو قل هذه السنة كمنظمة أبعاد كتير كتير نعتمد على جيع السيدات أنهم يكونوا يطلبوا الدعم والتمكين أو المساعدة كصص كثيرة تنتظر من يرويها لنساء يراودهن الخوف في كل لحظة بأن يلقينا المصير نفسه من المجتمع إلى الأسرة المرأة ضحية هذا واقع وعلى الرغم من وجود قوانين تحمي المرأة إلا أنها قوانين مبتورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر